تاقد حركة فتح وحماس اجتماعا ثنائيا يعقبه اجتماعا آخر لكافة الفصائل الموقعة على اتفاق المصالحة عام 2011 وذلك للبدء في خطوات عملية على طريق المصالحة بحسب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد يتي ذلك بعد اعلان حماس حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة ودعوة حكومة الوفاق لممارسة عملها في القطاع هل من جديد؟ على ما يبدو ان هناك صفحة جديدة فتحت للحوار ما بين فتح وحماس لانهاء الانقسام ومصر هي من تلعب الدور القيادي فقد ابلغتها حماس رسميا بقبولها حل اللجنة الإدارية وعودة حكومة التوافق الوطني الى ادارة غزة وبمجرد ما ان تتحقق الوحدة الوطنية يبدأ التحضير لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فتح بدورها رحبت بهذه الخطوة وأوضحت بأن هذا تماما ما كانت تطالب به حماس منذ فترة طويلة أنا سعيد ومتفائل طبيعة الحال يجب ان يترك الانسان مساحة للتأكد اخيرا حست حماس انه لا هذا هو الطريق المفتوح الذي يمكن ان يؤدي الى حل اتمنى ان ارى ذلك على الارض اذا احنا نجحنا في تحقيق الوحدة وهذا بينجحنا في قدرة فلسطينية اكبر في الداخل وفي الخارج في غزة وفي الضفة على مواجهة الاحتلال الاستيطاني الاسرائيلي بنصير اقوى نضيف عليه حراكنا الدولي في الامم المتحدة وغيرها بنصير في ضغط اكتر على اسرائيل وتبقى المعضلة في التفاصيل فالامل معقودا والمصالحة تحتاج الى فعل وجهة نظر المحلل السياسي جهاد حرب الذي اعتبر ان لا افاق لمصالحة ما لم يتم اتخاذ اجراءات على ارض الواقع وبدء الطرفين بحل حالة الملفات العالقة والتي تفجر دوما موضوع المصالحة العرقي المتعددة تتعلق بالموضوع المالي وكيفة الانفاق على قطاع غزة بما فيه الموظفين الجدد وكذلك الكهرباء والمياه واعادة اعمار قطاع غزة والذي يحتاج الى اموال طائلة ثانيا ما يتعلق بالسيطرة على الارض من سيكون الحاكم هل الحكومة ام كتاب القسام وحركة حماس المعابر وكيفية التعاطي معها كل القضايا قابلة للحل اذا ما كانت هناك ارادة وحسن نواية لدى الطرفين لدينا مجموعة كبيرة من المقترحات قدمتها مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات دولية لكل القضايا العالقة على كل من فتح وحماس ان يعيى ان الوحدة الوطنية هي الامل والسلاح الوحيدين لمواجهة محتل يعاول دائما على تفتيت وحدة الصف الفلسطيني لتحقيق مشروعه الصهيوني في سلب الارض الفلسطينية من رامالة المحتلة زينة صندوقة رؤيا